يشارك وفد الشعب البرلماني برئاسة سعادة السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشور وعضوية النائب حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب في ورشة العمل السادسة عشرة للخبراء البرلمانيين وعضاء البرلمانات في كليات روكستون بجامعة هالب المملكة المتحدة التي تعقد بتنظيم مشترك من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ومركز الدراسات التشريعية في الجامعة خلال الفترة من السابع والعشرين إلى الثامن والعشرين من يوليو الجارية وفي نشرة سابقة أكدت سعادة السيدة لينا قاسم حبيب عضو مجلس الشورى أن هذه الورشة فرصة للاستفادة من تجارب مختلف الدول كالشعبة برلمانية مشاركين في هذا المنتدى لنؤكد أهمية المشاركة في مثل هذه الورش بما أنها فرصة للاستفادة من تجارب وبحوث الخبراء الأكاديميين والبرلمانيين وعضاء السلطات التشريعية من الدول المختلفة لمشاركة في هذا المنتدى بحيث نستفيد من تجاربهم ونشاركهم أيضا بتجاربنا التشريعية على صعيد مملكة البحرين وكل هذه بتم من خلال ورش عمل وجلسات نقاشية متخصصة في العمل البرلماني والتشريعي من أبرز هذه المواضع هو موضوع الذكاء الاصطناعي ودوره في عمل السلطات التشريعية وهناك أيضا جلسات نقاشية أخرى بتناقش دور الدبلوماسية البرلمانية في تحقيق التقارب بين الدول إضافة إلى جلسات بالسلطة الضوء على التحديات التي تواجه البرلمانيين في مجال التشريع عامة ترجمة نانسي قنقر